هذا ووصف حزب الاتحاد كلمة السيد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المسشار الألماني أولف شولز بأنها كاشفة لحقيقة الأوضاع والتصعيد العسكري الجاري حاليا في قطع غزة والذي يتكفيها الاحتلال الأسرائيلي أبشع القرائم التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية بغرض إكبار كل الفلسطينيين على التهجير من غزة إلى الدولة المصرية ومن الضفة الغربية إلى الأردن وهو الأمر الذي تعتبره مصر خطا أحمر هذا واعتبر رضا سقر رئيس حزب الاتحاد أن كلمة السيد الرئيس حملت تحذيرات لما ستقول إليه أوضاع المنطقة حال استمرار هذه الحرب والتي تشنها إسرائيل على غزة والتي تتخطى فكرة الحرب على حماس لما أبعد من ذلك وهو التهجير إلى سيناء والذي سيكون خطوة لإقحام مصر في حرب مع إسرائيل ومشيرا إلى أن مصر دولة ذات سيادة قادرة على حماية أمنها القومي ضد أي تهديدات ومخططات تحاك ضدها أكد رئيس حزب الاتحاد أن القوى الوطنية والشعبية بمختلف توجهاتها تؤيد وتتفق مع دعوة الرئيس السيسي من أجل الخروج إلى كل ميدين مصر للتعبير عن الاحتجاج الشعبي لرفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر وهي نفس المشاعر التي تحملها كل الأمة العربية والإسلامية تجاه تلك القضية والتي لن يسمح بتصفيتها مطلقا ترجمة نانسي قنقر